أفواج كبيرة من الشباب العراقيين تراهم كل صباح على أبواب المؤسسات أو يفترشون أرصفة الشوارع بحثا عن فرصة عمل وتلتحق بهم أفواج أخرى كل عام من خريجي الكليات الجدد إذ تبلغ نسبتهم نحو 600 ألف شاب من الجامعات والمعاهد العراقية لا يجدون أي فرصة للعمل في بلد يعد غنيا بموارده الاقتصادية والبشرية ارتفاع معدل البطال بين الشباب والذي بلد حسب تقديرات وزارة التخطيط في العراق نحو 22.16% بما تعد هذه الأرقام أقل بكثير عن أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي حيث أشار إلى أن معدل البطال في العراق يبلغ أكثر من 40% وفي تصنيف يدرس مدى قدرة البلدان على تحويل ثرواتها إلى رفاهية شعوبها جاء العراق في ذيل القائمة وكان ترتيبه 118 من أصل 152 دولة حسب موقع التنمية الاقتصادية المستدامة الأمريكي البنك الدولي من جانبه حذر منها شاشة الوضع في العراق والمخاطر المحدقة به بسبب معدلات الفقر والبطالة إحصاءات سوق العمل هي الأخرى تشير إلى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر والبطالة حيث سجل معدل مشاركة الشباب في العمل تراجعا ملحوظا وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة جراء العمليات العسكرية والنزوح هذه الأرقام والتقارير من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية تعاني من اهتزاز المؤشرات نتيجة ما يتعرض له العراق من أزمات بسبب الفشل الحكومي في إدارة الدولة ولعل أبرزها الفساد المالي والإداري الذي يضرب البلاد طولا وعرضا ما يزيد من البطالة التي تخرج اليوم عن السيطرة وربما تحولت تلك الفئات العاطلة عن العمل إلى جيوش من مدمنين مخدرات أو حطب للنزاعات وغالبا ما يستغلهم السياسيون لتنفيذ أجنداتهم وإن تركوا فسيتركون للفقر ينهش أجسادهم الضعيفة ترجمة نانسي قنقر